اللي عايز ياخد الدنيا بالتسامح مع نفسه وحيشوف المسائل في حجمها طب أنا حقولك حاجة كابتن إبراهيم سعيد في حد يعني أصار جدل في علاقاته مع النادي الآله أده لا وقمته كلعيب كبير لكن أدي كده كان كل يوم الثاني فيه مشكلة كل يوم الثاني هو نفسه مبسوط لا مش مبسوط ورغم كده وراح لعي في الزمالك لما دلوقتي شفت له أظن مع الكابتن محمد فاروق يعني أعتقد بيتكلم بيتكلم على برضو في سكة إيه رأيك في موقف حسام عشور مع النادي الآه بتكلم بواقعية ونطقه وبدون تحامل يعني اللي بقيت أقولك يا ابن اللازين أفراهيم يعني أنت لو بتفكر كده وانت اللعيب كان زمانك بتلعب لحد النهاردة خلاص الدنيا واضحة قدامه قال ده احترافه الأهلي بتعامل باحتراف ومش غلطات وهو كل واحد حيلعب كم سنة باحتراف وباحترام وباحترام وقال كده وقال هو كل واحد حيلعب كم سنة وبرضه ممكن يبقى فيه لعيب تاني انت لو قايته حتظلم لعيب صاعد كويس مش هيتقايد ولا تخسره بعد كده عشان تكسب سنة مع لعيب قديم يعني اتكلم بحس المسؤول بقى واتكلم بنطجه وكان فير جد واخد بالك يعني هو ده المطلوب ده المطلوب